لا لا يا كنت دماغي عايزة عايزة مناخره مش عقبك الرفع دي كنت جميلة اوي خدودي صورة تبقى ملانة واشيلي بتاعت نيكول كانت الرفع الجميلة بس يعني هي كانت حلوة جدا ما اعرفها اه جيت في البروفايل تطلع كده تبقى تبضلي طلع كده مش هتنزلي خلص بس يعني فهم بقى طلعوا كلام وطلعت وقلت الكلام ده هتطلعت معاكو هنا وكلمت بس على دكاترة التجميل لان انا لما رفعت قواضي وحدش كان ممكن يعرف له ان انا رفعت قواضي على فكرة فانا رفعت قواضي اللي رفعت قواضي والله العزيم ياسمين معاشاني عشان ما حدش تاني يضر بس يعني لان انت اقول انا معرفش في الحتة دي ده مش عيب على فكرة يعني حتى انتي هتلاقي دلوقتي في التخصصات تلاقي مثلا ده دكتور قلب ده دكتور عيون ده دكتور يعني الدكتور رحت له يعمل مناخير يصلاحها ده تخصص مناخير بس مش حاجة تانية غير الامف اللي دمر الجزء ده واللي بوزها كان تخصصه اصلا مش في الحتة دي تجميل بس قل وتجميل ده دكتور كامل ده دكتور يتخصصوا على فكرة وبين اكتر بنشوف ونسأل ونعرف وكذا لا والله ده كان بابا اكبر دكتور تجميل وهو بالتالي اكبر شهادته مالية دانيا ممكن يكون مش شاطر في الانف بس شاطر في حاجات تانية اه فانت المفروض تقول لا لا بس هو خطأ وكان خطأ فادي القضية معاي وصلت والله سبتاها بقى خلاص ما كاملتي احنا دخلنا في الثورة بقى شوف الثورة ولا عتشوف القضية سبتاها ودخلت بقى في الثورة كويس ان احنا وضحنا لانه في ناس كانت خلطة الامور ان التلوث ده حصل في موضوع عملية الانف مش انه ليه علاقة تانية بالعملية الاولى الخدود لا لا فان انا كنت عايزة اعملي الخدود يعني خدود نزلت فعايزة حطيت فات من جسمي فكان غلطة تعقيم على فكرة مش غلطة دكتور يعني العملية في حد ذاتها كانت ناكحة لكن هي غلطة التعقيم وهو ما عارفش يعالج الغلطة دي عارفه هو كان دكتور مش شاطر طبيا او يقدم هو ميكانيكي شاطر يعرف فيه زبط ازاي فاهم ازاي لكن انت طب حصل تلوث هتعالجه ازاي هو فانا روحت بعد دكتور تاني كلمته صاحبي فهو الاول ما شفتني عارف هاتول اما هي صارت ده تلوث ولازم حنفتح ولازم نعرف ايه نوع التلوث اللي جالك فاخدت سانة بتعالج فيها دي بس الحمد لله الحمد لله عدى وفات عدى وفات الحمد لله